كم رأى الناس عجبًا من أحوال المُحتضرين عند موتهم قيل لبعضهم عند موته قل لا إله إلا الله فجعل يُعدِّد دراهمه وقيل لآخر قل لا إله إلا الله فجعل يُنادي محبوبته وقيل لآخر قل لا إله إلا الله فجعل يُغني ويهدي لماذا؟ لأنهم ما أخلصوا لله تعبَّدت قلوبهم للدنيا وشهواتها لأموالها لنسائها لملذاتها للعبها ولهوها هكذا تفرح قلوبهم لأجل الدنيا وتحزن لأجلها وتأنس بها بينما ترى بعضهم أشوق ما يكون للقاء ربه عند موته يذكر ربه ويقول لا إله إلا الله حتى تُقبَض روحه يقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة لأنه عاش على لا إله إلا الله ومن عاش على شيء مات عليه ومن مات على شيء بعث عليه قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أُمرت وأنا أول المسلمين فنسأل الله تعالى أن يُحيَّنا على لا إله إلا الله وأن يُميتَنا على لا إله إلا الله